السلام عليكم متابعي ايزاك اسمي تكون في حس الاحوال كما اعود لكم دائما على قدر المدرسية في ما يكون شي مستجد او شي خبر فقدر المدرسية ستحاو تقدم لكم بكل امانة ومصداقية وزارة الطبيعي الوطنية صدرت مذكرة وزارية كتحدد فيها الاجراءات اللي غادي تدير باش تدارك الزمن المدرسي او الاجراء غادي يكون هو تمديد السنة الدراسية باسبوع بالنسبة للأسلاك بتلاتة يعني الابتدائي والاعدادي والتناوي فالدراسة بالنسبة للابتدائي والاعدادي وجه المسترق غاد توقف ستايوليوز 2024 اما بالنسبة للأولى والثاني باكاروريا فالدراسة غاد توقف ا定انيو 2024 بالنسبة للناس اللي قصوا الى الامتحال الموحد المحلي ديال الثالثة اعدادي والامتحال الموحد على صعيدة المؤسسة دية السابتدائية اي ابتكارات دية الضورة الاولى واش تلغات ولا ما تلغش فوزارة التربية الوطنية قاملت هذه الامتحانات وخلت صراحية لمدرية الإقليمية باش يجيروا التوايخ دي هذه الامتحانات فقط ما يفوتوش لأجل ديال السبت جوج مارس 2024 وغادي يكيفوا الامتحان على حسب الدروس في نوصله التلامن أيضا بالنسبة الامتحان ديال الباكالوريا والامتحان الجيهاوي ديال آخر السنة والامتحان المؤحد الإقليمي فوزارة التربية الوطنية حد التواريخ تالية بالنسبة الباكالوريا جميع الشعب يعني الشعب الأدبية والعلمية غادي يديروا الامتحان أيام 10 و 11 و 12 و 13 يونيو يعني ربع أيام من 10 حتى 13 2024 بالنسبة الجيهاوي فغاي يكون في يومين جميع الشعب يعني يوم 5 و 6 يونيو 2024 بالنسبة الامتحان الجيهاوي ديال الثالثة إدادي والامتحان الإقليمي ديال الثالثة ابتدائي فغادي يكون ابتداءا من فاتح يوليوز 2024 يعني كل أكاديميا وغادي تحدد التاريخ المناسب لإجراء هذا الامتحان يعني يكون ابتداءا من فاتح يوليوز 2024 أيضا بالنسبة الوزارة التربية الوطنية فغتتكمل في المقرر في المخطط ديال الدم المخطط ديال الدم اللي ممكن يقوم به الأساسدة اللي قلوة تلامل وأيضا غادي يديروه المتدربين ديال مراكس كوين الأساسدة وأيضا غادي يديروه طلبة ديال الإجازة ديال سلك التربية كما أن وزارة التربية الوطنية تقدر تساعد بالمتقاعدين وتساعد بأطر أخرى أيضاً هذا الدعم هذا سيكون خارج أوقات الدراسة يعني سيكون في المساء و سيكون يوم الأحد و سيكون يوم الأحد بالنسبة للفرود بلبك الذين يتسألون إلى حليل ما بقيه من الدورة الأولى ومعن r padre أسام للفرود إذن الوزارة التربية الوطني هنا أتحدث بأن جميع المواد في الدورة الأولى سيكون فيها فرد واحد فقط فرد واحد أما بالنسبة للدورة الثانية فهو وزارة التربية الوطنية و نقص المعادن صBlue في مواد المعادن صنوع 36 27 29 فأقصى ما غادي يدار هو جوج ديال فورود إذن كنا نريد أكد لكم بأن الامتحال موحد ديال السادس وامتحال موحد ديال التتعيدين للدورة الأولى ما تلغيش بأن الفورود غادي يكونوا في الدورة الأولى فقط فرض واحد يعني دوم المعلومات المهمة اللي خاصكم تديو بالنسبة للدورة الثانية فغادي يكون الفورود فقط غادي يكونوا جوج ديال الفورود في كل مادة وبأن الصنة الدراسية تم تمديدها بأسبوع واحد وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح وكنتمنى إن شاء الله ندركوا ما تبقى في هذا الموسم الدراسي بالتوفيق